السلام عليكم انا مصطفى عاطف وديت الحلقة الثالثة من سلسلة الجرامر اعمل جملة صحة وهنا السلسلة دي كلها برعاية الكتاب ده اللي اسمه برضو اعمل جملة صحة وبشرح لكم في كل الجرامر باللهجة العامية المصرية عشان تقدر تفهمه بكل سهولة وكمان تقدر تحصل على نسختك انك تسمي لنا كومنت ونرد عليك بالتفاصيل نحن لك اصدقاء الله يا سيدي اصدقاء الله دعني لنا بقى متفقائي لماذا اشرح لك عمارة تفاصيل او من شرح لك زمانتين كذلك قلت لك النهاردة هشرح لك المضارع التاني نحن المساعدين ايه اقل لي كده لا مولتش لك مدارع مستمر قبل ما بدأ اي حاجه تأخذ لي مساعدين ايه اتفقنا هشرح لك الماضي هشرحوك لا لا بجد بوست مستمر ممقولم ماء المساعدون مساعدين وام وام واس و ار مظاما ، المدرعة مستمر بالتأكيد المدرعة مستمر على المستمر اسم تحتوي الام واس و ار الان لا ماذا وجدون فعل الان ماذا يريد؟ لا تفعل ظهر فهذا صحيح ايه تم تساعد من المدارع المستمر و تضع فيبيع البرب إني ايه فإن تضعه في إني ايه أعني أم 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 ام سليب أم حلو عظيم لابد بعنا التفاق اللعنة كنجم مبت plat خمس خطوات اللي هنم تعملهم طب ايه هم نكون جملة في الزمن صح وبعدين ننفي جملة في نفس الزمن صح وبعدين نسأل سؤال في الزمن ده هو اه ولا لا اللي هو yes or no question حلو طب وبعد كده نسأل سؤال بعدها تستفهم اللي هو what where when why حلو طب وبعد كده هتعمل مبني المجهولة حلو بس انا مش هشرح لك جير في درس الواحد قدام شوية بس ركز بقى معاك بص مدرح المستمري ده بتستخدم عشان اين عشان تعبر عن حاجة بتحصل دلوقتي وطبع ليس استخدام ثاني هقولك عليه بعدين في المستقبل بس خدمة دلوقتي عشان تعبر عن حاجة بتحصل دلوقتي يعني مثلا عايز تقول انا باكل بسيطة جدا انا و اي بتاخد am حلو يأكل يعني eat يبقى i am eating وبيتزا يعني بيتزا اي ام ايتن بيتزا كده معناها انا باكل بيتزا دلوقتي وليس لا تضع لشنا وليس لا تضع لشنا انت مش بحتاج كلمات دلق موجود الفعل فيه ing مع ام ويز وار ده معناها دلوقتي تيجي تقول لي هي بتعيض دلوقتي ماشي ماشي يركز هي يعني she يعيض اه انت تخش على يعيض غير ما تشوف المساعدة هي عام بياخد is ما تنسى she is يعيض يعني cry they are they are حلو قوي يعمل واجب يعني do homework they are doing their homework حلو حلو امي بتطبخ دلوقتي امي my mom صح تاخد is or or is صح تطبخ يعني my mom is cooking من غير ناو من غير اي حاجة خلاص كده احنا عملنا ايه جملة بتحصل دلوقتي باستخدام ايه ايه ضمير كما انت عاوز انت تضع اي فعل انت عايزه كده اي فعل انت عايزه طيب فيه افعال بس اعيز عليها بل ما تخش على الناف انت تضع ال ing زي ايه انا تقش على اللحظيه اما حال الشعور والحب و vilادراك اي هاعي حاجة اقول لك اي ا اي 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 لوفنجيو اي 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 لوفنجيو اي يولن تحبن يعني اري Tim أريد انت عايزه بالتجد وتركز ت原قل اي فيه باستخدام اي اي اتم اصلا اي الاي اسلام اما تكلم عن الأسلام هل في الشيطان التكلمة الحاجات دي كلها لازم تبقى زي ما هي كده بليف لا يبقاش مثلا التفين بتاعك برين وانت بتقولي ايه بل تقولي I am answering the phone لا يا حبيبي انت بتعملش كده انت بتعملي I am answering the phone مفيش كده انت عمل ليه لحظية You will answer هترد على طول او I answered انا ردت ايه ده مش عملية استمررية مش هتاخد وقت يعني مش هتفتح الباب تقولي بتعمل ايه والله I am opening the door مفيش كده Open the door على طول I will open the door مفيش داعي انت تضطي لها ing خلاص اعود على الكورسي بس 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 يا سيد عايز تنفي بقى جملة وتقولي ان انك ما بتعملش الحاجة دي دلوقتي موضوع بسيط جدا زي ما انت بتحط مثلا I am playing tennis خطي نط I am not playing tennis He is crying خليها هو ما بيعيطش He is not crying أو he isn't crying لتنصح مثلا they are doing their homework هم بيعيطوا واجبهم عايزة لهم ما بيعيطوش واجبهم دلوقتي حط نط But they are not doing their homework يعني موضوع كله ايه انك بتحط نط ل I am is or are أبوس ايدك Not بتتحط للمساعدين Not بتتحط للمساعدين ما تقوليش I am not playing مفيش كده مفيش ما تقوليش He is not going مفيش Not بتتحط للمساعدين Not بتتحط للمساعدين ما ينفعش تقولي I playing ما ينفعش تقولي ما ينفعش تسمعها في الأفلام عادي لكنني لا تقوليش I am playing كلماتيك مش عايز الغلاطات دي I am playing بس بس ما تقوليش I am not playing مرارة تتفعل I am not playing لا I am not playing He is not playing They are not playing تفقنا؟ طيب انا عاوض بقى خطوة الثالثة اسأل سؤالي جابته أول لا ايه انا عامل ايه ابدأ بالمساعدين ايه هم المساعدين ام و از و ار بص و هرايحك ابعد ام دلوقت ابعد ام وحنتي هتبقى إز و ار كل ما عليك هتعمله ايه هتحطت إز في الاول او ار في الاول براحتك هي بتعيد دلوقتي هي she هي بتقول ايه is is she cry is she crying يا رجل is she crying بجدها بتعيد دلوقتي يا حرام is she crying طيب عادي تقول مثلا ايه هتتغني دلوقتي انا سمع صوتها is she singing is he singing is he singing is mona singing هو دا صوت مونا يا حرام هي فعلا هي فعلا فايقول لك yes she is singing او no she is not singing هم يلعبون كورا دلواتي؟ هم يعني they وعيز are يبقى are they هم يعني play are they playing football or are they playing soccer هم يلعبون كورا دلواتي؟ ما قالوا ليش are they playing are they playing tennis هم يلعبون تنس هم يلعبون تنس تحصل دلواتي هم يلعبون في المرحلة الرابعة يجب انتكونوا بالقناة نعم واط ما ماذا ماذا مساعدة ماذا يجب انت يفكر تفكرين من العربية للعامية للإنجلش لماذا؟ لا تشيلي الترجمة العربية لان انت لا تستخدمها هو انت كم مرة قلت امي ماذا تأكلين؟ حد اعمرك قلت كده؟ لا اقلت عليك كلمني باقي لدرجة اعمرك قلت كده؟ اعمرك؟ ماما انت بتاكل ايه؟ بابا فين؟ محمد ادرايح فين؟ انت هتروح ولا لا؟ فعشان كده انا كتبتلجو اصلا الكتاب ده باللغة العامية حشان تبقى انت اوفر لك الترجمة اللي في النص دي فيالله بقى انت في اتفاق اعمرك تأكل ايه؟ تبقى تعمل ايه؟ وير ؟ يعني وين؟ تيتبك ايه؟ مازمتش чтоают بد히 تقولوا ايه؟ وير يعني وين؟ وين؟ يعني ماتة؟ لا يعني بدتي؟ لو شكرتك ويقرب انتي انتي ستبقل لنفسك طيب هاو فأني الكيف حصل اقفلها؟ مثل هاو يعني هاذ advent هاو يعني واسه يذكي؟ هاو يعني هازلك ابدا النسخ نسمع صدقا ثم من الهون لا انهون فهي انهون فيهم لحمر او لسود فهي سبط بقى كده ثم سؤال أدات الاستفهم لحاجه بتحصل دلوقتي حسنا ادات تقول لحد انت بتاكل ايد دلوقتي ماهي يعني وط حلو لازم علشان تتخدم ادات الاستفهام تحط مساعد على طول يعني لا ينفعش تقول لي وط يجب ان تتخدم اداتي وط سوف نتكلم بعدها انت بتاكل ايدي الوقت ايه يعني what انت يعني you what are you شكرا what are you eating what are you eating what are you doing what are you drinking what are you what is he where is he where are they where are you براحتك ما هو اداة استفهام what where where الكلام ده كله وحط امو از او ار وكما بفكرك لو حتاكت تاخد نسخة من الكتاب ده سيب دينا كومنت وهنرد عليك بالتفاصيل بس كتب العربي في الفيديو ده وستنى الفيديوات الجاية ودائما بص على اول كومنت علشان بيسيب لك فيه لينج بوت مجاني كده وبعدتك فيه كل يوم معلومة بسقوتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلام عليكم